نعم في الحقيقة هناك أنباء عن أن الجنوز الروس هم قريبين جدا من العاصمة كييف وهم يحيطون بالعاصمة كييف من ناحية من اتجاه الحدود مع بيلار روسيا هم قريبون جدا في ضواحي العاصمة كييف وهنا أيضا في الاتجاه الآخر من الاتجاه شرنوبل أيضا هم قريبون من العاصمة كييف وأيضا من هذا الاتجاه الشرقي وهم من اتجاه سومي و سومي أوبلس طبعا سومي أوبرس تعرضت لقتال عنيف جدا طول ليلة أمس وحتى صباح اليوم كان هناك قتال عنيف جدا في موسكو سومي أوبرس وهم من هذه المناطق هناك عمليات نداء لأنه قد يكون أنه يحتمل إنزال جنود داخل العاصمة كييف هنا الأنبات تتحدث عن عمليات إنزال جنود داخل العاصمة كييف وأيضا هناك نداء للمواطنين الأوكرانيين أن الجيش الروسي قد استولى على مدرعات ودبابات خاصة بالجيش الأوكراني وهو حول الدخول بها إلى داخل العاصمة كييف نحن الآن حيث موجودين الآن هناك عمليات قصف متواصلة توقفت الآن لها حوالي 20 دقيقة أو أقل ولكن كان هناك عمليات قصف متواصلة نسمع من هنا نحن كنا في طريقنا في الطريق العام عندما طلب مننا أن نغادر الطريق العام والدخول إلى الداخل لليجو إلى الملاجئ أنا الآن أقف حيث الملاجئ هنا الناس إذا شاهدت معي في الصورة الناس هنا تنتظر أمام الملاجئ الملاجئ تحت الأرض في هذا المكان والناس تنتظر الدخول إلى الملاجئ الناس أخذت معها احتياجاتها الضرورية من مياه ومن الأشياء الضرورية فقط الآن أنا سأتحرك في هذا الاتجاه وستشاهد معي الناس من كل الاتجاهات تنتظر للدخول إلى الملاجئ الملاجئ هي بالقرب من الأحياء من قرب من الأماكن السكنية نفسها ولكن هي تحت الأرض هما الناس تنتظر وتحاول الدخول إلى الملاجئ أيضا من هذا الاتجاه كما تشاهدون هؤلاء هم سكان هذه المنطقة سكان هذا المجمع السكني وهم الآن بحسب توجيهات السلطات هم يخرجون من بيوتهم يأخذون معهم فقط الأشياء الضرورية ويلجأون إلى الملاجئ طبعا هناك أعداد داخل الملاجئ وهناك البعض يقف هنا بالقرب من الملاجئ في حال حدوث شيء لحتى يستطيعون أن يدخلوا بسرعة إلى الملاجئ الآن هذا الحال ليس فقط هنا في هذه المنطقة التي أنا فيها هذا الحال هو في كل العاصمة كييف الآن هذا هو الحال الجميع الآن بالقرب من الملاجئ فالقصف يتواصل هنا في العاصمة كييف ولذلك هذا هو حال الملاجئ حديفة منذ ساعات الصباح الباكر لإستخدامه كملاجئ منذ ساعات الصباح الباكر تم الإعلان عن سقوط صواريخ في أحياء مدنية بالعاصمة كييف تلا ذلك أيضا سقوط مزيد من الصواريخ هل تم رصد حصيلة هذه الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية نعم حتى هذه اللحظة من السلطات لا يوجد عدد محدد فطبعا القصف متواصل هو حتى هذه اللحظة حتى قبل 20 دقيقة يعني متواصل في هذه المنطقة التي أنا فيها ولكن هو متواصل حتى في مراتق بعيدة نحن لا نستطيع رصدها أو أن نسمعها ولكن السلطات لم تعلن عن رقم محدد وتقول أن الضربات كانت بهذا الرقم ولكن أعلنت عن ضربات في اتجاه الغربي من كييف لمجمع سكني مدني وأيضا لمراكز عسكرية ومواقع استراتيجية عسكرية ومطارات حتى تم أيضا قصف في الصباح الباكر تم قصف إحدى المطارات التي طبعا بحسب الجيش الروسي أنها يمكن أن تستخدم لإمداد الجنود في الجبهة بشكل أو بآخر أو حتى طبعا يخشى من المطارات التي يمكن أن يمد بها وتمد بها أوكرانيا بالدعم من خارج أوكرانيا من الدول الحليفة والشركاء لأوكرانيا تفضل بقاء معي لكن دعنا نذكر طبعا مغلقة تماما محطات الوقود مغلقة تماما سأعود لك اسمح لي فقط للمهتمين من مشاهدين بمتابعة آخر مسجدات الأزمة الأوكرانية وهذه التطورات المتسارعة للملف يمكنكم مسح هذا الرمز الذي يظهر على الشاشة أعود لك حديفة لو تطلئني على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بتماسك الجبهة الداخلية في أوكرانيا اليوم تحدث الرئيس زيلنسكي مع شعبه ومع العالم لثلاث مرات كيف كانت أصدأ هذه الكلمة وإلى أي مدى هناك التفاف حول القيادة الأوكرانية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أوكرانيا نعم حقيقة بحسب ما رصد الله ليس فقط بعد بداية الحرب ولكن حتى في الفترة الماضية التي كانت الأمور فيها تتأزم وتتأزم تحدثنا إلى عدد كبير جدا من الناس والحكومة بشكل عام تجد دعم كبير جدا والأوكرانيون هنا لديهم إحساس موحد أنهم على أرضهم هذه بيوتهم وأنهم يدافعون وسيدافعون عنها لأنهم لديهم شعور دعم أكيد هناك قلق ورصدنا القلق ورصدنا الخوف والتخوف حتى أننا رأينا الدموع لكن الأوكرانيون بشكل عام يدعمون الحكومة وهم لا يرون أن هناك أي شيء صدر من الحكومة لهذه الحرب هم يسألون زشتو يعني دائما يسألون لماذا يعني ما السبب الذي يجعل روسيا تحاربنا نحن في أرضنا نحن في ديارنا ونحن أحرار فيما نقرر طبعا عدد كبير من الشباب قالوا أنه لن يغادر وأنه سيتضم إلى الجيش وهذا ما يؤكده حتى الآن تؤكده المعلومات والبيانات عن انضمام الشباب الأوكرانيين إلى الجيش حذيفة بالأمس شاهدنا استفاف أمام محطات الوقود وأنه لا يمكن استخدام أي من بطاقات الصرف الآلي كيف هي حال المواطنين هل هناك إمكانية للوصول إلى الطعام والماء والغذاء خلال الساعات الماضية وكيف تؤمن الدولة لهم ذلك يعني في هذه اللحظات نحن أصبحنا على المحال مغلقة تماما وأصبحنا على الصيدريات مغلقة وعلى محطات الوقود مغلقة تماما لا يوجد أي حركة ولا يوجد ما يمكن للشخص أن يتبضع أو أن يشتري أي شيء في هذا الوقت طبعا من كان قد خزن أو من اشترى يعني احتياجاته قد اشترى والآن لا ندري في المستقبل ماذا سيحدث ما الإجراءات التي ستتبعها الدولة الآن يعني بعد هذه اللحظات لكن في الوقت الحالي المحال مغلقة المحطات مغلقة عمليات الدفع الإلكتروني بدأت تعمل في الأمس ليلا والآن الصبح في الصباح لا نعرف إذا كانت تعمل أم لا يعني حتى أنا لم نجرب ذلك لأنه لا يوجد ما تشتريه ولا يوجد مكان تذهب إليه ليشرح حتى السيارات وحتى الحركة متوقفة تماما لا يوجد فقط يعني السيارات الشخصية ولكن الحركة المرور العام وحركة التاكسي هي متوقفة تماما طبعا بالأمس وأول أمس بعد هذه الإرهاصات وبعد بداية الحرب طبعا حتى التاكسي الذي يعمل ضاعف أسعار الأجرة إلى يمكن عشرون ضعفا لأي مشوار يعني فأصبحت الحياة قاسية وأصبحت صعبة جدا الآن في هذا التوقيت ولكن كما نرى الناس هنا لك من بقية تحدث في بداية حديثنا من عدم إمكانية للمغادرات يجهون إلى الملاجئ لكن هل هناك ما يكفي من ملاجئ الاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الأوكرانيين هل موضوع أنفاق المترو خيار بالنسبة للأوكرانيين للجوء إليها خصوصا مع تزايد الضربات الجوية نعم هناك ملاجئ خاصة بالدولة هذه الملاجئ الخاصة بالدولة والتي أعلنتها والتي قدمت خرائتها على مواقع التواصل الاجتماعي على المنصات الرسمية على أجهزة الإعلام المحلية هي التي من قبل الدولة يمكن أن يلجأ إليها المواطنين ولكن أيضا المواطنين يلجأون إلى ما يسمى بالبطفال بطفال هو القبو في المجمعات السكنية كل مجمع سكني لديه قبو موجود قبو هو مغلق دائما ويتم استخدامه لحالات الطارية فالآن الناس بشكل كبير لا يلجأون إلى الملاجئ العامة وإنما يلجأون إلى القبو في المنازل السكنية التي يسكنون فيها إذا شاهدت معي في الصورة هنا الآن هؤلاء الناس الذين تأبقوا من هذا المبنى وهذا المدخل هذا المدخل هذه العائلات هي من بقت البقية غادروا هنا عندما نتحدث عن المدخل يوجد عدد كبير جدا من الشقق يعني يصل إلى 200 شقة في هذا المدخل فقط ولكن انظروا معي عدد الذين بقوا هم عدد قليل جدا البقية غادرت من هنا يعني هذه المباني فارغة تماما نعم هذه المباني شبه فارغة تبقى عدد قليل من الناس ولكن في برسلتيا برسلتيا بكجو بطفال يا فريمو يفير يا بكجو بطفال شتوب لدي كدام مرتينانا مرتينانا بكازا نعم 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 تحسن برسل بكازا نعم يا جورناليست يا ربوطي نعم نعم هنا نحن الآن نقف هذا عدد قليل من الناس وهم يلجؤون إلى القبو هذا هو المدخل عندما ترى هذا هو القبو هذا عدد بسيط من الناس الذين بقوا في هذه المباني وكذلك مثل هذا العدد في كل مدخل من مداخل المباني السكنية هم يلجؤون إلى هذا القبو بدلا أن يلجوا إلى المناطق العامة أو الملاجئ العامة نعم فقط بدقيقة واحدة لو تطلئنا على مدينتي ديمير وإيفان كيف الواقعتين على التوالي على بوض 45 و 80 كيلومتر إلى أي مدى لهم أهمية استراتيجية نعم طبعا إذا تم استلاع على هذه المدن ستكون المهمة صعبة على الجيش الأوكراني لأنه ستكون هذه مراكز للإمداد للجيش وستكون مراكز للمزيد من التجمع والقيادة للجيش وهي قريبة جدا من العاصمة كيف ولذلك هي مهمة جدا هكذا